متعودين يعني الحكومات لازم تستحمن دمها هالمليارات وكهرباء مثل البشر ما عنده شعب بدرجة الحرارة اللي مرتفعة لكن انا اردقوا الكلمة للفازدين وللجالسين بالقصور وباشا عريم باللي جاي عيش المواطن العراقي الان بالحر شوفوا اردقوا الحجاية سمحت سيد مختد الصدر عزه الله من اجتة هاي جني بلاس خارت الممثلة والمتحدة اللقاء وياها صار بحدود الساعة بين العشر والإهدعش الصبح في يوم الجمعة الماضية وفي يوم الجمعة مثل ما تعرفون الملايين يتوجهوا الى ساحة الاحتفالات الكبرى وقوس النصر لأداء الصلاة بدرجة حرارة تفوق الخمسين درجة مئوية نصف درجة الغليان سمحت سيد مختد الصدر بهذا الذكاء الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى إليه قاله ما قل لكم هاي جاية ممثلة الممتحدة خلاص لا حد يشغل احنا مو أفضل من غيرنا احنا عايشين وتتعرفون اوه يعيش على البايكة ما يحتاج اه تبريد وهذا المعروف المقربين اليه لكن قال خلوها مثل ظروفنا تعيش فهي جتب سيارة تبريد وعايشة ايضا وقاعدة بقصر تبريد لكن من اجل شافت لا بنكة ولا تبريد سألها قالها شنون هدرجة الحرارة قالت لا ايه والله حارة طيب يا ممثلة الامم المتحدة من تجريم بها حارة ليش ما تقدم لها بتقريرك المجلس الامن الدولي وتقول ليها هاي الحكومات فلاشنا بالعراق عشرين سنة ما قدرت تسوي كهرباء يا ممثلة الامم المتحدة انت صارة وسيطة مرسال غرام حتى توصلين رسائل من الجالسين بالقصور الى الجالسين بدرجة حرارة فوق الخمسين درجة مئوية انت يجب ان تكوني صوت الناس العراقية لان هذه مهمتك كممثلة الامم المتحدة بالعراق شوفي ذول البسطاء الناس اللي صارهم دعش يوم متحملين درجة الحرارة الا لشيء واحد فقط حتى يثبتون عراقيتهم حتى يثبتون تمسكهم بالاصلاح حتى يثبتون تمسكهم بثورة الامام الحسين عليه السلام حتى يثبتون تمسكهم بالعراق العراق العراق لا ايراني ولا امريكي ارجع لزم المخرج العراق لا ايراني ولا امريكي على امريكا وعلى ايران انت تحترم القرار العراقي وعلى الديون ان يخرجوا من العراق باتجاه ايران وباتجاه امريكا مردهم بعد بس العراقي يبقى العراق